موسيقى هذه تحية متجددة لكم مشاهدين الكرام من عند الله طيبة مباركة نستكمل معكم اليوم حديثنا عن الحج مع فضيلة العلامة الجليل الإمام الدكتور علي جمع عضو هيئة كبار العلماء وكنا على وعد بالحديث عن أعمال الحج بعد أن انتهينا من العمرة نبدأ بيوم تمانية أو التروية اسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة مولانا الإمام الجليل الدكتور علي جمع أهلا وسهلا أحفظك إحنا وصلنا اليوم تمانية بعد العمرة بقوا تمامه وأصر وحلق وكله تمامه أول أعمال الحج نروحنا اليوم تمانية ماذا يفعل الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاي إذا كان في المدينة يحرم من أبيار علي سواء كان ذلك في الطائرة أو كان ذلك عن طريق الأوتوبسات أو السيارات ويحرم من هذا المكان لأنه هو المكان السابق لما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة ولو كان في مكة يحرم من بيته وفندقه ولو كان في جدة يجوز أنه يحرم من جدة ويعود مرة أخرى إلى مكة من غير إحرام ثم يحرم في بيته ومكانه اللي في مكة ما يخرجش للموضوع التنعيم دائم ولا لا لا يحرم من مكانه لا يحرم من مكانه لأنه خلاص هو قد نوى قبل دخول في نطاق الإحرام ودخل محرما بعمرة ثم تحلل متمتعا بها إلى الحج فالحج مع العمرة شيء واحد سواء كان فهو يحرم من بيتي سواء كان متمتعا أو مفردا حتى المفرد يقول لبيك اللهم بحج من بيتي برضو مكانه وكذا إلى آخره وليس من الخارج طيب ولكن هذا من أهل مكة الحج ده هيبقى جاي من بره وهو حجه لسه محرم أبدا لأبدين يعني محرم زي القارن بالظبط ولذلك الحج مفرد ده برضو فيه مشقة على منكزه طبعا إحنا لما بييجي واحد في المدينة بيحرم في يوم التروية بيفضل القرآن ليه بيفضل القرآن لأنه خلاص ما فيش وقت فهيروح يعمل عمرة وبعد كده هيروح للحج مباشرة طب ينفع واحد متمتع بعد ما تحلل يرجع يحرم مقرد تاني ويعمل عمرة تانية وحج مدنة يعني هو نوى متمتع ودخل عمل عمرة وتحلل ثم هو خرج إلى المدينة فأراد أن يقرم يقرر يجوز يقرر يعمل عمرة تانية ويقرر نعم أصله رجع إلى دويرة أهله يقولوا عليه كده فقد رجع إلى دويرة أهله فيجوز أنه ينشئ قارنا بعد ذلك هدي واحد ولا هديين هدي واحد هدي واحد لهذا القرآن لأن القرآن فيه هدي والتمتع فيه هدي فهيتبح واحد بس لأنه حاجة مقارنا في هذه الحالة عظيم ولكن عليه الدم يعني هو لم يفعل هذا هربا من الدم إنما هو عليه ما زال دم فهي معملتش حاجة إلا أنه قد قرن في هذه الحالة يلزم المبيد بقى بعد الإحرام يتوجه إلى ميناء هو الفرق ما بين المتمتع والقارن أو الطواف بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو في القارن لما بيجي يعمل عمرة بيطوف ويسعى وهذا السعي يحل له في العمرة وفي الحج وسعي الحج يبقى معلشه ممكن يستغني عن سعي الحج بسعي العمرة وهو مقرن وهو مقرن عليه من أعمال الحج أنه سوف يطوف ويسعى ليس هناك سعي في الإسلام إلا بعد طواف ما فيش حاجة اسمه سعي مطلق كده وما فيش حاجة اسمها ركوع مطلق يعني أعبد الله سبحانه وتعالى بركعة لا فيه أعبد الله بسجدة زي سجدة التلاوة زي سجدة الشكر وهكذا لكن أعبد الله بركعة ما فيش لازم تكون جوه ركعة جوه ركعة كما فكذلك السعي لازم يكون بعد طواف عظيم فأنا رحت طفت في العمرة وبعدين عملت سعي السعي ده في القارن هيحل للعمرة وللحج وللحج طيب يبقى إذا نحن في يوم تمانية خلصنا العمرة بالشكل ده ولنا إن احنا نذهب إلى ميناء ولنا أن لا نذهب إلى ميناء حسب الناس مش بالضرورة المبيت في ميناء ده عبارة عن سنة إنه على السلام انتقل علشان يبقى قريب من عرفات وعلشان المية تروح لهم بحيث أنهم يعيشوا اليومين دول فلكن دلوقتي كثير جدا من المجموعات بتذهب إلى عرفات بيسعدوهم مباشرة ساعات يذهبوا يوم تمانية وده جائز وساعات يذهبوا يوم تسع تسع الفجر أو الصبح النوع السلام اللي عملوا إنه هو لما جات الساعة حوالي تسع صباحا راح دافع إلى عرفات من ميناء من ميناء فهو ده اللي عملوا والنوع السلام خرج من مكة ماشيا ورجع إليها ماشيا طبعا ده لا يقدر عليه إلا الشباب فلا زهب إلى ميناء ثم إلى عرفات إحنا يجوز لنا أن نذهب إلى عرفات مباشرة في عرفات بنروح الأماكن بتاعتها مخصصة ولكن أيضا من السنة أن احنا نحضر مع الإمام والإمام بيصلي في مسجد اسمه مسجد إبراهيم أو مسجد نامرة مسجد إبراهيم أو مسجد نامرة أو مسجد عرنة كلها أسماء لحتة واحدة خارج عرفة خارج عرفة في متر منه فعرفة وبقيت المسجد خارج عرفة ولذلك اللي يبقى في المحراب بتاع مسجد نامرة يبقى مالوش حج يبقى ضيق على نفسه الحج لأنه خارج عرفة المحراب هو اللي خارج عرفة يا مولانا نعم والمسجد كله داخل لا مش مسجد كله تلاتة متر منه بس أو اتنين متر طب إزاي الناس كلها هتتكدس بقى محدش يدخل المسجد بقى يعني بقى نصلي برة أنا بصلي الظهر والعصر وكذا إلى آخره خارج عرفة خارج عرفة لكن لا أقف إلا فعرفة بعد الظهر بعد الظهر أنا وأنا بجمع مع الإمام الظهر والعصر أنا خارج عرفة بس لكن بعد الظهر بقى لازم يبقى على عرفة بعد الظهر يبدأ الوقوف بعرفة بعد الظهر أنا في الظهر والعصر أنا بره عرفة اللي بيني وبين عرفة خطوة أمشي خطوة كده بس خلاص يبقى ده حد طب الزحام والملايين اللي بتكون موجودة مش كل الناس بتقدر تتواجد في المسجد أو في المحيط ولا عرفة كلها موقف عرفة كلها مصلى وعرفة كلها موقف للذكر وعرفة كلها لا بأس بنا فيها عظيم يبقى إذن إحنا دلوقتي في عرفة بعد الظهر بعد ما صلت مع الإمام الظهر والعصر جمعا والإمام خطب وصلى وكل حاجة في إمانة الله وروحنا بقى نقف ده الوقوف بعرف بقى ركن الحج الأعظم ركن الحج الأعظم إنه على السلام قعد في جبل الرحمة لكن قال وقفته هنا وعرفة كلها موقف فأنا بروح للمعسكر المعسكر أعمل في إيه بقى نفس اللي بعمله في الطواف والسعي من قراءة القرآن أو الدعاء أو الزكر أو الحياة من الأكل والشرب والنوم والوضوء وكذا إلى آخر ده مش وقت صلاة ما بين الظهر والعصر اللي جمعناهم جمع تقديم وما بين المغرب والعشاء اللي هنجمعهم جمع تأخير كله ده للذكر المحت والدعاء المحت والقرآن وهكذا فكله ده مكانه الدعاء يعني دلوقتي من ضمن الحاجات اللي نص عليها ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان إنه الشيطان يجي يضحك علي ويقول لي ما تحفظ قرآن دلوقتي أيها بس مش ده وقت حفظ صحيح طيب ما تقوم تصلي دلوقتي تصلي لك عشرين ركع ولا حاجة ما هوش وقت صالة دلوقتي دلوقتي ده مخصص للذكر والدعاء وخبارك إزاي فاذكروا الله في أيام مع البداد وهناك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر فأنا دلوقتي أمام وقت هو للذكر للذكر والدعاء والدعاء حتى اللي على جبل عرفة يعني يفضل أيضاً الذكر والدعاء مش الصلاة على جبل رحمة عفواً إذا وقف جزء من عرفة ما يسر عليه يسر بعض الناس إلا لازم يروح هناك وده غلط غلط يعيش حياته في عرفة في أي مكان ولكن يلتزم بهذا طيب أنا دلوقتي قعدت لغاية الغروب وجمعت بين النهار وبين الليل وفي الليل ابتدت أدفع إلى مزدرف افرض أن أنا ما حصلتش عرفة وأنه تأخرت بي الطيارة وجيت عرفة بالليل ووقفت ليه الحج له الحج الحج بالليل المقصود قبل النفرة مثلاً يعني بعد المغرب مولانا بعد النفرة بعد النفرة وروحت لقيت عرفة بس عزري قهري أو سبب منعني يعني ما هوش قهري ولا حاجة مش قهري ولا حاجة لما وصلت وصلت كده أخرتش قبل الفجر قبل الفجر من يوم العيد ووقفت نص ساعة وأزن عليها فجر العيد كده تحسبت لي الحج إن شاء الله يكون بعشر دقيق قبل الفجر قبل عشر دقيق ما فيش مانا أزن الفجر ولسه ما وصلتش عرفة يبقى ما فيش حج ما فيش حج يبقى إذا الوقوف بعرفة ما عادوا من الظهر من بعد الظهر إلى الفجر آه أدي ده الوقوف بعرفة وقفت كان بها تحسبت لي حج ما وقفتش ما تحسبت ليش حج المال إيه حكمة من نفرة الحجيج إلى المزدرفة ولمبيت بيها بقية المشاعر بقية المشاعر بقية المشاعر لكن الحج عرفة بحيث إنه بعد كده هعمل برضو بقية المشاعر ولكن أهم حاجة الأساس هو عرفة حلو بعد كده نفرة الحجيج إلى المزدرفة مولانا بننزل إلى المزدرفة بننزل إلى المزدرفة نبقى فيها أدي إيه ولو لحظة أنا ما بيتش فيها يعني الفجر ولو لحظة ولو لحظة الإمام مالك بيرى أن المبيت بالمزدرفة والإمام الشافعي إنه المرور بها المرور بها ولكن ما الذي سنه النبي أو فعله النبي إنه على السلام نزل صلاة العيشة وصلى المغرب والعيشة تأخيرا وبات فيها اتعشة وكذا إلى آخر وبعدين بات فيها لما أصفرت الدنيا جدة يعني قبل الشروق بربع ساعة دفع إلى ميناء ده اللي عمله النبي إنما الفعل ده فرض ولا سنة؟ لا سنة طيب أنا ماشي بالأوتوبيسات وجيت عنده ونزلنا من الأوتوبيسات وصلنا المغرب والعيشة في مزدرفة وروحنا ركبين الأوتوبيس تاني ومشيين إلى ميناء مجرىش حال حلو أود أروح ميناء عمل إيه بقى؟ أرمي الجمرات ولا أنتظر إلى الفجر يعني فكرة بقى نص الليل والمتعجل فاضلتك أن أستوضحها بشيء من الرؤية أول ما أوصل لميناء ليه فيها أنتظر نصف الليل نصف الليل يعني 11 ونص مش 12 على فكرة لما نجمع الفرق ما بين المغرب والفجر ونقسمه على اتنين ونضيفه للمغرب أو نطرحه من الفجر هي هي آه مش قصة بالساعة يعني آه هي 11 ونص بيبقى منتصف الليل برمي العقبة الكبرى سبع حصايات من الحاجات اللي أنا جمعتهم من مزدرفة أو ممكن أن أجمعها من عرفة من عرفة لكن النبي جمعهم من مزدرفة رمية الحاجة دي أطلع على البيت الحرام وأطوف الإفادة آه في الإفادة إحنا بقينا الساعة 12 دلوقتي النص ساعة دية ضربت العقبة الكبرى ومع كل رمية من رميات الحصايات دعيت ولو اتلخبطت فيهم يبهبني على الأقل هم ستة ولا سبعة لنا رميت يبهوا ست بستة وأأخذ فيه دعاء مستحبة أثناء رمية الجام بسم الله الله أكبر بسم الله الله وأدعو وأنت أوجه إلى البيت الحرام عشان أطوف طوف الإفادة الساعة جام دلوقتي بقيت 12 11 واحدة وأخذ بالك اطوف طوف لإفادة تم حجي يبهد دلوقتي الوقوف بعرفة ثم بعد ذلك طوف الإفادة لو كنت مقرن مش هاسع لو كنت متمتع هطوف واسع هطوف سبع أشواط وسبع أشواط زي العمر بالضبط هطوف وصلي الركاتين وروح أسعى ما بين الصفة والمر سبع أو سبع وبعدين تحلل بالشكل هو معظم اللي بيحرم مقرن يعني حد فهمي ولينا بيكون فكرة اللي هو الحج السريع اللي بيبقى رايح يوم ثمانية زي ما فضلتك قلت داخل في الأوقات فيعني مش بالدرور لكن المعظم الناس بتكون متمتعة يعني حسب معلومات التوفر القضية كلها إن أنا لما انزلت من عرفات أصبح عندي تلات حاجات نمر واحد الرمي ونمر اتنين الحلق ولبس الهدوم ونمر تلاتة الطواف الإفادة عظيم لما أعمل اتنين من التلاتة دول يبقى تحللت التحلل الأصغر لما أعملت تلاتة يبقى تحللت التحلل الأكبر فأنا رحت رامي ورحت حالق خلاص أنا كده تحللت التحلل الأصغر رحت طواف الإفادة طفت وسعيد بقت متحلل التحلل الأكبر عزيم عايز بس توقف مع رامي الجامرات المولانا نحن فضلتك قلتلنا أنه يقدر يأخذ الحصوات من المستقفة من أي مكان أو من أي مكان طيب جامرة العقبة الكبرى يفضل أن الحاج هو اللي يقوم بها يعني إذا لم يستطع يوكل أيضا إذا لم يستطع ينيب ينيب سواء كانت المرأة غير قادرة على الزحام أو غير قادرة أو خايفة حتى خايفة أو إذا كان عجوز أو كبير في السنة أو كان فيونيب طيب أنا أعمل إيه بقى أنا النائب برمي السبعة بتوعي وبعدين السبعة بتوعي وبعدين السبعة بتوعي ولما نكون في التلاتة بقى في الأيام التانية برمي السبعة بتوعي عند الجامرة الأولى الصغرى وبعدين السبعة بتوعي الوسطى السبعة بتوعي والسبعة مش لازم أخلص التلاتة وأرجع تاني آه لأ سبعة وسبعة أنا سبعة وسبعة طب يفرض أننا نائب عن خمسة أرمي بتاعتي الأول وبعد ذلك الخمسة بقى في وراه هل يجوز إذن يجوز أكتر من واحد ويجوز أننا نعمله متتريين ونبدأ بأنفسنا ونبني على الأقل عظيم ونزل أفاض وساعة إذا كان متمتع ما ساعاش إذا كان مقرن وبالتالي انتهى الحج بهذا الشكل بالأركان بالأركان لسه بقى الواجبات اللي هتبقى هي الميناء وهيبقى الرمل وهيبقى الرمل نعم الأمر بيختلط عند ناس كتير فكرة البقاء في ميناء والنزول إمتى يرمي جامعة العقبة الصغرى فضلتها ميناء المبيت بميناء والمبيت بميناء معناه بقاء أغلب الليل في ميناء أغلب الليل فإما أننا أروح ميناء يعني قبل الغروب وأقعد لغاية منتصف الليل أو أننا أروح بعد الغروب وافضل أباد قبل منتصف الليل وافضل للفجر يعني أنا عايز أغلب البتاع ولذلك إحنا لما بنعمل حاجة زي كده بننزل بقى الصبح أو ما الفجر يأذن بننزل إلى مكة ونعيش حياتنا في الفندق إحنا تحللنا خلاص وتحلل أكبر لأن إحنا خلصنا طوافة إفاضة وبنرجع تاني مرة قبل المغرب نروح إلى ميناء علشان نرمي الجمارات عظيم والجمارات اللي 24 ساعة كما هو فتوة مجمع المحوث الإسلامي الآن أصبح لبقى قصة الزوال يعني 24 ساعة 24 ساعة نقدر ننزل نرمي في أي وقت أنا عظيم كان انتظر الزوال وعملوا ما بين الزوال والمغرب الإمام الشافع عنده قول قوي جدا وهو إنه إنه أنا لو أخرت الغاية بعد المغرب يجوز يجوز وإن أنا أرمي كده وإنه إنه الرمي له بداية لكن ملوش نهاية عند الشافع بدايته الزوال لكن نهايته نهاية الأيام الثلاثة نهاية الأيام الثلاثة فكل أمور وأداءا مش قضاء ده ناصر كده عليها إنه ده أداء مش قضاء يعني لما هعمل بعد المغرب مش قضاء ده ده أداء فدي حاجة تحل الدنيا كلها وطوص بن كيسان يرى اللي 24 ساعة هو مجاهد وكذا وهو ده اللي أفتى به المجمع إنه إحنا في 24 ساعة يجوز لنا الرمي ثاني يوم هنرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى وثالث يوم هنرمي الصغرى في الوسطى في الكبرى ثم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن تق يعني ثالث يا إما نحضر يا إما ما نحضرش لكن يلزم الإنابة أيضا إذا ما حضرناش لا ما خلاص خلاص ننتهين ده دلينا كلنا الثالث مش مش يعني لا لا هو يرمي الثالث ويسافر طيب حتى لو حضر الثالث ورمى هكذا انتهت أركان الحج وواجباته مولانا وواجباته وانتهى الحج وكله يسافر إن شاء الله حج مبرور بإذن الله نعم إن شاء الله ومقبول يسافر الزبح امتى يجب على الحج أو يبدأ فكرة ذبح الهدي يعني الهدي بيبدأ هو يوم العيد يوم النحر الأكبر وذات بيتم بمحض تنظيم منظمة التعاون الإسلامي للسك فأنا بشتري السك أول ما بنزل مك لكن وقت الزبح بيكون بعد الرمي أول ما يرمي يحلق يلبس يدبح على طول وبعدين يروح يعمل طوافد فضل ممكن يحلق قبل الدبح ما فيش مشكلة فيه ما تحلقش إلا يعني ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال أفعل ولا حرج أفعل ولا حرج قال له الدبحت قبل ما أحلق حلقت قبل مدبح دبحت قبل مرمي رميت قبل مدبح طفت قبل كذا أي حاج ده بالنسبة للحاج يا مولان لكن اللي بيضحي مثلا خارج الحاج هنا بنجد بعض الناس بتطلق اللحية ولا تحلق إلا بعد يعني حديث أخرجه مسلم حديث نعم حديث صحيح وهو أنه يتشبه بالحجاج وله أيضا لسنة وليس فرضا لكن له أجر أنه يتمثل بالحجيج بأنه من أراد الأضحية فعليه أن يمتنع عن حلق شعره وكذا وضوفه إلى آخير ابتداء من واحد الحجة إلى أن يؤدي الأضحية العمل الأضحية اللي عليه بيرجع تاني يحلق كذا إلى آخيره فكله ده سوابات أصله هو الاشتياق بتخلي الحاجات دي للناس المشتاقة تخفف اللوعة شوية عن البيت الحرم هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعة طيب بدل ما تكرر الحج شوف المستشفيات شوف التعليم شوف المديونين شوف الغارمين يقولك طب واللي في قلب بده عمله إيه اعمل كده يبقى فيه يعني إيه بديل لهذا الشوق أو تفريغ لهذا الشوق فيه نحن الناس يقولك لا إزاي ما أحلقش وإزاي ما أعملش وكذا إلى آخرين معلش هو دي حكمتها كده أن من كان صاحب الشوق وكان هيضحي فيه هذا في بلده فإنه يفعل هذا طيب عندي لسه مجوام الاستفسارات وحاجات تتعلق بالحج سنترحى على فضيلة العلمة الجديدة إماني دكتور أهل جمع بعد الفاصل مشاهدين الكروجة القوة